القاضي أمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عازي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة في البداية لايك وشير وصل على الحبيب البكيطيب لايك وشير وصل على الحبيب البكيطيب أول حاجة عايز أتكلم فيها نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها يا جماعة النادي المنافس كلهم بيفكروا بنفس تفكير وعقلية رئيس النادي المعزول كلهم ولسنهم بينطأ بنفس الألفاظ ونفس السباب ونفس الشتايم ونفس الإهانات أوعى تفتكر إن مع راحل المعزول الشتايم والتجرمة وقلة الأدب هتنتهي خلاص لا والله العظيم تبقى أنت واهم نفسك وبالدليل واحد كان موجود في اللجان السابقة في نادي الزمالك ومرشح بالمناسبة في انتخابات هذا النادي أهان البش مهندس عدلي القيادي لمجرد إن المهندس عدلي القيعي طلع رد وقال الناس اللي بتهاجم النادي الأهلي عشان ضم إمام عشور وبيصدقوا وبيمسكوا في المبادئ قوي كانت فين مبادئكم لما سبتوا إمام عشور يشتم رموز النادي الأهلي وما طلعتوش تقولوا إن اللي عمله إمام عشور وقتها عيب وغلط أعتقد إن البش مهندس عدلي القيعي لما قالك كده ما غلطش في حد لكن يطلع يطلع علينا واحد زي ما بقولك كده هم كلهم نفس العقلية ونفس الإسطنبة تختلف الأسماء فقط تختلف الأسماء لكن الأشكال لكن العقلية واحدة العقلية والأخلاقيات واحدة طلع هاجم هذا الشخص المهندس عدلي القيعي وقال إن البش مهندس عدلي القيعي الطالع يدافع اللاعب سب نديه ورموزه ورئيسه التاريخي لتبرير نديه لا عجب في دماغه أو لا عجب في دفاعه عن اللاعب لكونه من مدرسة الجلد السميك ومن عاشق اللقطة تمام تعودنا منه على ممارسة إصارة الفتنة والتعصب دون محاسبة أحد لا أمل في أي تقدم رياضي في وجود عقليات عفى عليها الزمان زي ما بقولك كده تبقى واهم نفسك لو فكرت إن برحيل مرتضى منصور أو استقالة المعزول إن أنت هتتعامل مع ناس محترمة لا والله نادرا جدا لما هتلاقي حد محترم في التعامل كلهم عقلية وحدة كلهم شربين من خرارة وحدة عشان كده لما بيجوا ينطقوا بينطقوا بألفاظ بازيئة وسخرية وإساءة للآخرين عايز أفكركم إن واحد من ضمن برضو المرشحين في يوم من الأيام وصف إدارة النادي الأهلي الحالية بأنصاف المسؤولين وأجباه القيادات ولما تكلم عن جمهور النادي الأهلي قال وصفا جمهور للنادي الأهلي السوء والعوام والصغار السوء والصغار بكرة مباراة مهمة جدا جدا النهاردة بينتظرها عشاق النادي الأهلي مباراة الأهلي وسان جورج الأسيوبي يعني قد يبدو للوهلة الأولى للبعض إن المباراة سهلة إن المباراة في تناول لمجرد إن المباراةين هيتلعبوا هنا في القاهرة مباراة النهاردة جماعة تمانية مساء مش سبعة مساء وهتكون مزاعة على قناة أون طايم سبورد مجموعة من الغيابات في صفوف النادي الأهلي مرس الكولر المدير الفني للنادي الأهلي أعلن القيمة الخاصة بالمباراة حراسة المرمى محمد الشناوي مصطفى شبير علي معلول ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني كريم الدبيس ومحمد عبد الميناء في خط الوسط ماروان عطية أليو ديانج إمام عشور أحمد نبيل كوكا محمد مجد أفشا الكابتن حسين الشحات وكريستو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر والمفاجأة ظهور في الهجوم السناء كهربا وصلاح محسن الغائبين عن المباراة اللي فاتت رضا سليم إقاف للمباراة لطرد في مباراة الجيش الملك واتحاد العاصمة أنتوني مودست مستبعد لعدم قيده في القايمة الأولى كريم فؤاد تم استقطابه خوفا عليه من الالتحامات القوية مع الفريق الأسيوبي محمود متولي وعمر السلية وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح وإصابة أكرم توفيق زي كريم فؤاد تمام برضو خشي عليه من الإصابات الزعلوك الغير مقيد في القائمة طيب كان فيه تصريح للأخ عامر حسين بس قبل ما تكلم عن الأخ عامر حسين من غير الحج عامر حسين لايك وشير وصل على الحبيب البكيطيب يا جماعة الفيديوهات موجودة بتاعة شيكابالا فيديوهات بتوضح سباب وشتايم تمام يعاقب عليها القانون شتايم بعد نهاية المباراة لأحمد الشناوي ومع هذا عقوبات ربطة الأندية اللي طلعت النهاردة ما شفناش منها أي عقوبات تجاه شيكابالا إش معنى شيكابالا لأن شيكابالا هو الرمز والأسطورة البيضة شيكابالا بيطلع يعمل مشكلة في صوبر أبو الظابي بين الأهل والزمالك قبل كده وبيعمل إشارات خرجة ما بيتعاقبش عليها بيشتم حسين الشحات اللي قاعد في المدرجات وبيحاول يشعل أزمة ويصير مشكلة كانت ممكن تؤدي إلى كرسة في الملعب برضو في صوبر أبو الظابي الأخير برضو نفس الحكاية بيطلع مطبلطية بيوصف شيكابالا بحمامة السلام وقد إيه شيكابالا إنسان راقي أنه راح جاب مؤمن زكريا ووقف جنب مؤمن زكريا وتصور مع مؤمن زكريا وما إلى ذلك وطلع شيكابالا أنه هو الراجل المحترم اللي عنده أخلاقيات ولكن أخلاقيات يعني شيكابالا في البلالة في مطش برمز شيكابالا بيشتم أحمد الشناوي قدام الناس كلها وكان عايز يروح يضربه ومع هذا ما طلعش أي عقوبة ضد شيكابالا السؤال لمسؤول ربطة الأندية المحترفة هل شيكابالا فوق القانون بس إحنا بنسأل أسئلة هل اللي يعني شيكابالا فوق القانون يفعل ما يشاء ولا يعاقب ده بس اللي إحنا عايزين نفهم لأن اللي حصل مهزلة مهزلة بكل المقاييس التي ينضرج عليها تحت الفضيحة فضيحة أن شيكابالا يعمل اللي عمله ده كله وما يتعقبش فعرفونا لو شيكابالا إنسان ما بيتعقبش بس كده يا شيكابالا يعمل اللي هو عايزه في الملعب في أحد شوطين قالك أن نهاية الدوري مش هتتغير ربنا وحده يبقى هو اللي عارف إيه اللي هيحصل ممكن يحصل حاجة ممكن ما يحصلش حاجة محتاج حاجة خد حاجة أنا بقولك يا صديقي من دلوقتي الدوري مش هيكمل بأي حال من الأحوال الدوري المصري مش هيكمل بأي حال من الأحوال عامر حسين قالك أن اتحاد الكرة هيعلن الإسبوع ده أو الليلة تمام أو في الأسبوع ده هيعلن عن تفاصيل السوبر المصري وقال حاجة مهمة جدا ودي أهم حاجة بالنسبة لي في كلام عامر حسين إن الزمالك لا ينطبق عليه ماشي الزمالك لا ينطبق عليه اللي بقالنا إحنا النهاردة بقالنا 25 29 بقالنا 24 29 من 5 5 الزمالك يعني منساحب عد ضربح شهور و20 يوم و140 يوم و40 يوم ومازال الاتحاد المصري عاجز عاجز عن اتخاذ قرار ضد نادي الزمالك 140 يوم بالرغم من وجود ليحة لكن الحج عامر حسين طمنا كلنا وقالك كده كده تطبيق الليحة وحيتم استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري اللي هتقام في شهر ديسمبر القادم في أبو زبي ولكن عامر أديب كان ليه تصريحات مهمة جدا خلي بالك لأن عامر أديب لما بيقول تصريحات لازم تعرف إيه اللي بين السطور لازم تفهم كويس اللي بين السطور عامر أديب قالك إن الزمالك لا حول له ولا قوة الزمالك كل ما بيطلع من نقرة يقع في ضحضيرة وكفايا ده حدير بقى قال انتخابات الزمالك القادمة هتكون يعني فرقة في تاريخ نادي الزمالك يكسب اللي يكسب لكن الأهم بالنسبة لي إن النادي يعود لطبيعته وأنا عايز أبشر عامر أديب الزمالكاو الجميل انسى يا عمري به انسى يا عمري بإن الزمالك يرجع الزمالك هيفضل على نار سخنة الزمالك هيفضل كده ويدخل في النفأ المظلم يعني بإيد أبناء نادي الزمالك تمام بيد يعني بإيديكم مش بيد حد تاني قال إن احنا عايزين إن الزمالك يكون نادي طبيعي زي النادي الأهلي تمام وأحسن وأحسن نادي في مصر عشان كده بقول لي أستاذ عمري دي صعبة قوي صعبة خالص والله صعبة إنك تكون أحسن من أحسن نادي في مصر معروف للجميع مين أحسن نادي في مصر وهيفضل أحسن نادي في مصر شاء من شاء وأبى من أبى الزمالك محتاج سنين ضوئية سنين ضوئية مش سنين أرضية علشان يقدر يوصل لأحسن نادي في مصر قال مفيش مبرر إن نادي الزمالك يفضل يعاني ونسمع كل شوية من اللعيبة مخدوش فلوسهم والنادي اللي عنده محلات ورعايات والتعلب فات فات وفديله سابع لفات قالك مفيش نادي تاني اسمه الأهلي زي الفل والفلوس فيه زي الرز والرعايات ضعف الزمالك وعنده تلت فروع وبيبص على الفرع الرابع لسه بيفكر في الفرع التاني سبحان الله هل دي هل دي إنجازات النادي الأهلي هل دي مشاكل النادي الإحني إن إحنا بنعاقب عليها يعني إن النهاردة لو أي أمر يعني أمره عندي يعني أنا لو عندي ولدين في بيتي ولد شاطر بيذاكر وبيكتهد ورافع راسي وراف راس بيته وكل سنة بينجح والسنة بسنتها وعنده عيل تاني بياخد نفس المصروف أخوه بس تمام ما بيوفروش وما بيتدخرش وما بيشتغلش فلوسه اللي هو بياخدها دي على يعني بياخد قاعد يصرف فلوسه على كرشه على طول وبيسقط السنة بسنتها ده بياخدها سنة بسنة والتاني بياخدها في أربع سنين هل ده يتساوب ده هل ينفع أطلع أقول لازم أساوي الولد الشاطر الناجح اللي أخد الفلوس اللي أنا ادتهاله زي أخو بالضبط في الأول اللي واخدها وأخد بيها من كل جزء وشربه وجزء وبيتفسح بجزء وكلام ده وبينجح السنة بسنة وبيتفوق وبيطلع الأول هل ينفع أقول في الآخر كفاية على ابن الناجح كده لازم أوجه كل فلوسه لابن الفاشل الصائط أعتقد صعب جدا أعتقد صعبة جدا يا أستاذ عمر أديب قال إن الزمالك بقاله سنين بيعاني وبرامدز بيحاول ياخد مكان الزمالك وتبقى المنافسة للأهل وبرامدز وده مش هينفع ولا هنقبل بيه لا للحظة يا عمر بيه لحظة يا عمر بيه أنت قبل كده يا حبيبي لما كان برامدز ملك السيد المستشار توركي قالي الشيخ كنت بتطلع تصرخ والاستثمار التام أو الموت أو الكلام ده كله وقد إيه الاستثمار جميل وحيغير مننا وحيخلينا في حتة تانية والاستثمار يا جماعة وفيها إيه ياللي بيعني لو تطوعني ماشي ياود مش عارف إيه كده وعدت تميل والاستثمار يخش على كل الأندية وفيها إيه لما الاستثمار وبرامدز يخضوا مكان الأهل دلوقتي بقت كحة كحة الاستثمار دي يعني بقت لبانة الأستاذ عمر أديب ما تبقاش راجل ماشي فكك من اللي إيه مش عايز أقولها ركز معايا عمورة في البرنامج بتاعك وركز في برنامج بتاعك أحسن لك عمر أديب قال لك الزمالك مش موجود مش موجود علشان يعني تمدي له أديك وناس تخلص في حسابات ويعني ويبقى ملك العائلات تحكم فيه ولا كأنه عزبة الزمالك مش موجود علشان يبقى في المحاكم علشان يكون في مصلحة البلد بس هو عمر كده لخص الحكاية الزمالك حضرات لازم يكون موجود علشان مصلحة البلد وعشان مصلحة النادي الأهلي في النهاية عمر أديب قال المقولة والهتفات الشهيرة لكل زمالكاوي إن الزمالك قادم يا ابن ما ييجي تمام أهلا وسهلا بيه الزمالك قادم وسنظل أوفياء والزمالك مش هيقع تاني يا حلولي فهمتم حاجة يا جماعة من اللي عايز يقوله عمر أديب أعتقد أخر جملتين أو ثلاثة جملتين هم دول المقصودين وهو ده اللي هيحصل شكرا لكم على استكمال الحلقة معايا للنهاية بشكركم إن انت كملت معايا الحلقة بجد للنهاية وياريت تقول لنا رأيك على كل الكلام اللي انت سمعته ده وياريت اللايك والشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب في التعليقات صلى على الحبيب قلبك يطيب وياريت لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي وأهم أخبار الكرة المصرية أول بأول بشكرك يا صديق إن انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير فحلقة جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر